شكلت ولاية بسكرا على مر العصور واحدة من أهم الحواضر العلمية بالجزائر وتبقى مساجدها العتيقة شاهدة على ذلك والمنتشر عبر ربوع الولاية وربما أهمها المسجد العتيق بطولغا الذي عمل طيلة 14 قرن من الزمن غير أن بعض هذه المساجد ينتظر برامج للترميم ما تتميز به ولاية بسكرا تتميز بمساجدها وأن هذه الولاية أول مسجد في الجزائر هو مسجد الذي حوله عقب بن نافع بمدينة طولقة وأن بسكرا تميزت كما ذكرنا بمساجدها وعندما دخل المستعمر الفرنسي وجد أن في بسكرا 16 مسجد هذا العدد في مدينة بلدية بسكرا وحدها ولم يتوقف هذا الاهتمام بالمساجد عبر الأصور ليتواصل لليوم وفق نسق عمراني غاية في الجمال وقد وصل إلى اليوم الحمد لله عدد المساجد إلى 225 مسجد تقام فيها صلاة الجمعة وهذا من فضل الله وأن أهل هذه الولاية يهتمون ببناء المساجد وبالحفاظ عليها ولضمان تأطير لصلاة الترويح شهر رمضان المقبل يجري انتقاء لأمة على مستوى الهيئة المختصة ولجنة التأهيل العلمية الآن رهب لقاءات مع طالبي الرخصة من المقرئين الذين سيؤمون الناس بالمساجد هذه الأيام لإعطاء الرخص لهم لإقامة صلاة الترويح والملاحظ أن أغلب المساجد تؤدي دورها في الصلاة وكذلك هي مصدر للفقة وتحفيظ القرآن الكريم ترجمة نانسي قنقر